مرحبا، يسألون ما الفايدة من الشكاوى التي تقدمها وزارة الخارجية لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فيما يتعلق بالخرقات الإسرائيلية التي تحدث في جنوب لبنان وهذا سؤال كثيرا مشروع، لأن العالم لا تنصدر نتيجة هذه الشكاوى لا ترى أن يكون هناك نتيجة من وراء هذه الشكاوى ولكن نستطيع أن نجاوب على هذا السؤال نريد أن نفهم طبيعة عمل مجلس الأمن الدولي، كيف يعمل مجلس الأمن الدولي؟ مجلس الأمن لديه وظيفة آخر الوظيفة الأولى هي تحت الفصل السادس التي تتعلق بأرارات رجائية يعني أرارات انتفق عليها بين الدول ويتم تنفيذها بالتوافق بين هذه الدول وفي الوظيفة الثانية لمجلس الأمن الدولي عندما يكون هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين ساعتها يعمل تحت شئ اسم الفصل السادس ويفيكون مجلس الأمن فيه مثل الضبطة العضلية يعني مجلس الأمن يتحرك الدول يتقدم جيوش من عندها يتقدم معدات وزخيرة ويقوم بتنفيذ هذه الأرارات بالأول فيما يتعلق بالشكاوى التي نحن نقدمها كل عمل المؤمن المتحدة في لبنان هو ضمن الفصل السادس وليس ضمن الفصل السادس فبالتالي الشكاوى هذه ما ترتبط بمخرجات معينة تصدر مباشرة عن مجلس الأمن يعني هالشكاوى ما إلى نتيجة فورية وجرر بقدمنا الشكوى نحن رح ناخد نتيجة رح ليجي مجلس الأمن ياخد أرارات معينة وهالأرارات هذه توقف ضغري هالخروقات أو هالأثداءات اللي عم تصير ولكن إذا لم يكن لدينا نتيجة معينة مباشرة وليس معناتها أنه لم يكن لدينا نتيجة بالمطلق بالعكس هذه الشكاوى تحقق مجموعة أهداف وأهداف مهمة جدا ونحكي قليلا بأمثلة عن الموضوع أول هدف أن هذه الشكاوى توسق الخروقات يعني نحن بكون صار في عنا توسيق رسمي عن الخروقات أين تصارت وين صارت مين اللي تضرر منا شو كانت نتيجتها وهي شغل كثير مهمة لأنه وهي كمان تسهل عمل اليونيفر اللي هي كمان ترفع تقاريرها للأمم المتحدة حولها الموضوع ثاني شي هذه الشكاوى بتمحد الطريق هي بتخلق البنية التحتية بتعبد الطريق لحتى نطالب بأضرار بمرحلة تانية والأهم أنه هذه الشكاوى لما تتكرر بمواضيع معينة وهلأ أشرح بالتفصيل أكتر كيف بتساهم ببناء قواعد للأنون الدولي اللي هي بتعتمدوا الدول المتحدرة اليوم بالقرن الواحدة وعشرين ورح أعطيكم بعض الأمدلة عن شكاوى لوين وصلتنا المثل الأول هو بسنة ستة وتسعين لما إسرائيل قامت بعملية عنايد الغضب وقصفت مقر لليونيفل بجنوب لبناني نتيجة الشكوى طلع بعدين قرار عن الأمم المتحدة بطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار اللي تسببت فيها وهيدا القرار بيتم التسكير فيه كل سنة وهيدا القرار يبين أنه إسرائيل هي دولة معتدية وأنه هي دولة تسببت بأضرار مادية وبالأرواح وهي مسؤولة عليها مسؤولية دولية بهالمجال هاي المثل الثاني اللي رح أعطيكم هو لما ضربت إسرائيل بالألفين وستة مصفات خزان النفط عنا وصار فيه شيء اسمه قرار صادر عن مجلس الأمن نتيجة الشكوى بتعلق بالبقعة النفطية وهيدا القرار كل سنة تتصوت على الدول من يومين صوتوا معه مئة وخمسين دولة اللي هو بيطالب إسرائيل بيدفع تعويضات ويحمل المسؤولية عن كل الأضرار البيئية لنتجة عن هالقصف هيدا وهيدا كله راجع للشكوى اللي تقدم فيها لبناني مثل ثالث رح أعطيكم إياه اللي هو موضوع الأنابل العنودية اللي استعملت إسرائيل سنة الالفين وستة نتيجة الشكوى الليبنانية بهالموضوع هيدا اليوم صار استعمال الأنابل العنودية بالعالم كله شيء محرم دولياً كلنا نتذكر قديش عملت هالأنابل العنودية أضرار وبعدنا لليوم عم عيش نتيجة هالأضرار هاي كان بالأرواح العالم يستشهدوا كان بالإصابات وكان انه حرمت أهل الجنوب انه يستسمروا آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية وحتى وصلنا لمرحلة استعمال هالسلاح محرم دولياً نتيجة بلشت العملية بالشكوى وبعدين بلشت خلق رأي عام دولي وجمعيات حقوقية وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان صارت كلها الطالب الدول تبعها والحكومات تبعها والبرلمينات تبعها انه يطلعوا تشريعات بتحرم استعمال الأنابل العنودية فبالتالي هالشكاوى هالبطية أول شي مهم جداً لأظهار المسؤولية الدولية وتاني شي الدول الصغيرة دائما 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 مصلحتها انه تحتوي بالشرعية الدولية والشكاوى هي البناء شرعية دولية وتساعد هذه الدول حتى توصل لحقوقها دعونا فقط نحن نتخيل لحظة واحدة إذا بلد مثل لبنان لا تقدم بشكوى ماذا يحدث في هذه العملية؟ يكون لبنان أول شي يتخلى عن حقوق اعتراضية هذه حقوق مكتسبة لأدو تاني شي بيكون لبنان يقايد شريعة الغاب يعني يترك اسرائيل تستبيح أرضه تعمل خرقات وتعتدي على شعبه بدون ما يعمل أي ردة فعل بهالمنضوع هذا ويكون لبنان بالإضافة لهذا الشيء يتخلى عن أحد حقوقه الأساسية بسيادته باستقلاله بوحدة أراضيه الترابية من هنا الشكاوى التي نقدمها هي شكاوى مفيدة وشكاوى لمصلحة لبنان شكرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر